وضعنا برنامجا يحمل أولويات حاسمة تمثل ملفات لا يمكن التهاون في تنفيذها تقع في صلب احتياجات شعبنا وتركزت هذه الأولويات على توفير فرص العمل وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعاشر كأن السوداني قد تسلم منصبه يوم أمس فجاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليبشر العالم برخاء اقتصادي واجتماعي في العراق مستخدما شعارات ذكرها منذ سنة حول الإصلاح المزعوم فإذا بالأيام والليالي تمضي والعراق من سيء إلى أسوأ ولم يشهد العراقيون إلا مزيدا من الفقر والتدهر الاقتصادي والانهيار الخدمي وبعد أن أغرقت السوداني العراق بالإصلاحات المزعومة لجأ لينظر في قضايا دول العالم ويلقي على حكوماتها النصائح وخطط الرقي والتطور ولولا أنه يمثل عراق ما بعد الاحتلال لظن السامعون أنه ممثل لدولة من الدول المتقدمة ولم يتطرق ولو بكلمة واحدة إلى سلطة الميليشيات التي ترهب المواطنين والدولة وتحدث عن استقلالية القرار والسيادة منفصلا عن واقع أصبح فيه رئيسا للوزراء باتفاق ميليشيوي تحت ظل النظام الإيراني بل ربما حتى خطابه في الأمم المتحدة دبجه المسؤولون في طهران أربعة أيام لا أكثر مرت على خطاب السوداني الذي أثار استغراب الحاضرين والسامعين حتى فوجئوا بفاجعة حريق قاعة الأفراح في الحمدانية التي فضحت وعرت شعارات الإصلاح الحكومية وأثبتت مجددا كم هو الفساد متجذر في الدولة وأن الحكومات لم تتعظ بفاجعة عبارة الموصل ولا حريقي مستشفى الحسين وابن الخطيب لتلزم المباني العامة بإجراءات السلامة أو تحاسب المسؤولين لكي لا تتكرر هذه المآسي